ويا هارد لك النهاردة منتخب مرسل عارفك زعلان والناس كلها زعلان على ماتش النهاردة لكن والله كابتل خالد عايز اقولك حاجة الصروف والتسائي ما انتا شايف احنا خرجنا طبعا من المباراة برج العرب طبعا ولا بد ان احنا نعترف بكده لان كان في امكاننا ان احنا نكتب ده عدد وافر من الهداف ويبقى مباراة العودة دي عبارة عن فسحة يعني تمام لكن اللي حصل عكس كل التوقعات وبعدين برضو يعني لابد ان الثامث العزر للناس لابد ان الثامث العزر للظروف اللي بتمر بها البلاد هكذا اولا ما تشدها بحضرتها تقول بدون جماهير مباراة وديها خارج البلاد على كون النشاط متوقف والتعارف ان النشاط الساسا من الدوري ويختار منه اي مدير فن الزرق اللي هو عالي شبهة ممكن تلاقي ناس ما يعني بيعتمد عليهم يومك بره ونسك بجوهة لان الدوري هو اللي بيفرز اللعيبة اللي هي اللي بيختار احسن لعيبة من الدوري كله والدوري اساسا يا كابتن هو اللي بي وانت يا كابتن مصر وعارس والدوري هو اللي بيجاهز اللعيبة للمنتخب كرمة المباريات كابتن عزمي انا اسف انا هقطع حضرتك طبعا كل الكلام ده انا قلته بس برضو انا بشوف ان المباراة الاولى كانت تقصير يا كابتن اه كانت تقصير ليه بقى هقولك ليه كابتن لان الزريف دي موجودة برضو في مطش موزنبيق وموجودة برضو في مطش غينيا ولكن كان هناك تركيز على فكرة الوصول لكأس العالم فاستطاع المنتخب مصري انه يفوز باقل موجود على موزنبيق وانه يعمل مباراة كبيرة ضد فريق كبير في القارة الافريقية وفريق غينيا وانتوا عارفين فريق غينيا فريق محترم واقوى بكتير من افريقيا الوسطى وحتى المطش النهاردة بشوف ان نتيجة واحد واحد دي نتيجة ايجابية جدا ونتيجة منطقية جدا خارج الارض في ملعب زي ده لكن هي اللي كان غير منطقي وكان فيه نوع من الاستهتار ونوع من عدم التركيز من اللاعبين اكتر من الجهاز الفني هي كانت مباراة افريقيا الوسطى ان ان احنا ما ينفعش نكون كسبانين اتنين واحد ومطروض من الفريق الاخر لاعب ونتغلب تلاتة اتنين معاك هقف كل اللي بتقول عشر لعيبة واحد مطروض ومطروض بادري خد بالك اكام وبعدين نظهر بمظهر ده وبعدين نقتر ثلاثة اتنين واحنا ازاي ما يكون مستثلين نهائي يعني ما ينفعش لكن برضو لو كانت الظروف احسن يا كابتن خالد كان يبقى الوضع افضل وانا لا اعطيهم المسئولية كده لك كابتن تعالى ننسى الماضي كده ونقعد دايما خلاص ما نبصش ورانا وتعالى نبص للمستقبل دلوقتي في انتخابات اتحاد كورا في لجنة مؤقتة وحضرتك من اعضاءها منقسمة ما بين مؤيد لبقاء برادلي وما بين معارض ما بين مؤيد لفكرة تخفيض مبلغه نظرا لان اي اول مباراة رسمية ستكون في شهر ثلاثة فبالتالي في محاولة من اللجنة المؤقتة للكلام مع بوب رادلي حول تخفيض المبلغ هل سيبقى بوب رادلي ام ستعطو الفرصة لاتحاد القرى المنتخب القادم حتى يقرر مصير المدير الفني للمنتخب المصري والله يا كابتن الموضوع لابد ان يدرس جدوء جدا بإذن الدراسة دراسة اي موضوع بالفعال دي بتؤدي الى كوارث زمان تعال تمام هيتم دراسة الموضوع من كل الوجوه وهنشوف الاصلح هيمشي سواء اذا كان فيه تغيير ممكن سواء اذا كان فيه تغيير ممكن لكن اللي انا عايز اقوله ان الراجل ده كنت تخدم انتناته كويس قوي وراجل بيحب يعني يحب شغله جدا وبيحترمه الظروف كلها مساعدة تمام بالامانة تمام لكن هيحفظ فيه دراسة ودراسة متأمنية وبعدين نتمنى بقى كابتن خال ان ربنا نخليك كده ان كلنا نضغط بقى فيه رئيس جمهورية والأمور السؤالات وما فيش مشاكل ولا عاجة يبقى النشاط يرجع عشان المنتخبات كلها تمام بقى لك فيها ده كلها في نصر يعني ان وقف وقف النشاط ده ده وقف حل كل حاجة وبيأخرنا كتير كل يوم بيعد بيأخرنا كتير جدا على فكرة تمام كابتن يعني انا والله انا من وجهة نظري مع بقى ابو برادل لانه هو ناجح في فكرة الوصول لكأس العالم الفكرة المسيطرة على الشعب المصري هي الوصول لكأس العالم خلاص احنا شبعنا افريقيا شبعنا فوز بيها عايزين 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 نركز على الكأس العالم نفسنا نشوف منتخبنا في البرازيل بلد الكورة وهو ماشي كويس وعنده فرصة كبيرة الوصول لكأس العالم للمتصدر المجموعة سيبقى ليه لقاء رايح جاي ومن خلاله يصل لكأس العالم فالبقاء بوب رادلي اعتقد من وجهة نظري مهم جدا ان شاء الله كابتن خالد والبركة فيكم كده والاعلامين المحترمين إذا حالاتك كده وان شاء الله النشاط يرجع وبوب رادلي يستمر لان الرجل ده هدفه فعلا الوصول لكأس العالم كابتن عزمي انا بشكرك وعندي كليب كده لبعض ما قاله الدكتور محمد مرسي وايضا مركبين عليه بعض الأغاني كده انت كنت من مؤيدي الفريق أحمد شفيق هل بعد هذه الخطب وهذه الكلمات المؤثرة تغيرت وجهة نظرك نوعا ما كابتن عزمي طيب شكرا كابتن عزمي مجاهد هنطلع له الدكتور محمد مرسي بعض ما قاله والكلام القوي اللي قاله في خطبه ومرتبينه كده ببعض الأغاني وايضا بعدها نطلع فاصل إعلاني ونسا